الكاتبة السعودية رجاء الصانع أنا بطبعي أمقة السلبية ولن أنتصر حتى يتحرج الآخرون من أجلي أنه واجبي تجاه نفسي واتجاه أبنائي وبناتي في المستقبل هكذا تقول الكاتبة السعودية رجاء الصانع التي نشرت رواياتها الأولى بنات الرياض في لبنان عام 2005 وباللغة الأجنبية عام 2007 مكست رجاء الصانع ست سنوات من أجل أن تكتب رواية بنات الرياض التي تواجه فيها زجورية المجتمع وما يتعرض له النساء فتم ترشيحها إلى جائزة ديبلان الأدبية العالمية في عام 2009 وحصلت رواياتها على الكثير من الاهتمام وتم ترجمة رواياتها لأربعين لغة عالمية وبيع منها سلاسة سلاسة ملايين نسخة حول العالم ترجمة نانسي قنقر